اشتركوا في القناة وحصلت قيادتي الفرقة السادسة والسابعة عشر على المرتبة الثالثة مناصفة كان عندنا بطولة الجيش للسباحة المنظمة تقيمها مديرية التدريب البدني والعاب الجيش وكما شفتوا منافسة بين الفرق وعدة فرق شاركت وكلية العسكرية فازت بالمركز الأول والفرقة دعش بالمركز الثاني والفرقة السباط عشر بالمركز الثالث وأيضا الفرقة السادسة مكرر مركز الثالث كلها تنمي اللياقة البدنية وتصبح في موضوع التدريب لأن التدريب البدني جزء أساسي من العملية التدريبية في مدير الدولة والعاب الجيش عدت بطولات خلال المنهاج السنوي منها بطولة السباحة الجيشدة التي أحرز بها لكلية العسكرية المركز الأول والمركز الثاني فرقة الدعش والمركز الثالث فرقة السابعة عشر والفرقة السادسة مكرر هذه البطولة له فرقة internacional وكبير جدال لرفع المستوى اللياقة ومستوى الأداء في القوات المسلحة وأقيمت منافسات البطولة التي حضرها معاون رئيس أركان الجيش للتدريب وعدد من الضباط في مسبح الكليات العسكرية الرستومية وقسمت الفرق لثلاثة فئات قادة وأعوان ومراتب وستعين بلجنة تحكيمية مختصة لاحتساب نقاط الفرق المشاركة اليوم عندنا مشاركة من قبل الكلية العسكرية في هذه السباق السباحة الأولمبية للجيش واليشاركت بها عدة فرق على مستوى القوات المسلحة الفرق العسكرية حصلت الكلية العسكرية على المرتبة الأولى على كل الفرق المشاركة والكلية العسكرية دائما سباقة في إقامة الدورات لغرض ترفع مستوى التدريبي لطلاب الكلية العسكرية اليوم نظمت مدير تدريب الودان وعلاعاب الجيش بطولة السباحة الأولمبية لكافة وحدات الجيش من قيادة الأسحة والفرق والمستوى التدريبية مثل ما شفتوا في منافسة شديدة ما بين الوحدات تمخضت البطولة عن فوز الفرقة الكلية العسكرية الأولى بمجموعة 50 نقطة والمركز الثاني الفرقة الحادي عشر جمع 46 نقطة أما التناصف من المركز الثالث هو الفرقة الداعش والفرقة الـ 11 تمت المساوق على مستوى الجيش العراقي وحصة الكليات العسكرية على الأولى على الجيش العراقي وهذا جاء بفضل المدربين ومفضل العميدة الكلية اللي فرغنا صار أسبوعين التدريب بسبب التدريب القوي والشارس كانت منافس الشارسة والحمد لله بفضل الله تعالى حصلنا على المركز الأولى لطالما أنجبت الرياضة العسكرية العديدة من الأبطال الذين رفعوا علم العراق عاليا بمختلف المحافل الرياضية ها هي اليوم تستعيد رونقها للحفاظ على الأرث الرياضي العسكري من مقر الكوريات العسكرية في بغداد لأعلام وزارة الدفاع أيوب الصافي